كابتن كارتين أصفر وأحمر ما تختار؟ المدافعين لا تحبون الأحمر أصفر ماذا جاء في الكارت الأصفر؟ في مباراة الشرطة والكرخ عندما خرج نشأة أكرم غاضبا من المباراة نتيجة تبديل الكابتن عبدالله ماذا حصل بينك وبين الماستر؟ يعني من انتقلت للشرطة كانت علاقتك جدا قوية مع نشأة ويأخذ بنصيحة الرجل كان صديق مقربي صديق مقربي ولحد اللحظة الصرف تصرف خطأ فالينات نادي الشرطة وتاريخ نادي الشرطة شمرة ورادي شقة بعد التبديل بعد التبديل لأنه ما بدل اعتباطا لأنه نادي الكارخ نشأة كان بهاي الفترة موروذية فارس عبدالستار شقيق الدكتور مازين عبدالستار لا لعفوه مو فارس لاعب الكارخ اسمه فراس لاعب ارتكاز فيه لاعب ويا مانتمان نشأت ضرب هذا اللاعب وأخذ اندار فالكابتن عبدالله خاف على نشأة أنه يأخذ اندار ثاني ويمطرد ويأثر على الفريق فمنطلع نشأت نزع الادريس ورادي شقة فأنا ركبتني أنا كنت مصاب أخذته ودخلته بالمنزع وهديته وبقته يعني الحمد لله الله وفقنا أنه نتلافع أنا نشأت كان شاب في بدايات شاب ايه بالألفين وواحد يسمع النصيحة من أحمد لا كان لحد اليوم من عدي يسمع لحد هذه اللحظة من عدي يسمع لأنه ما عدي شيانا نصح للمصلحته هو فبالتالي استجابي لي الرجل واعتذر ثاني يوم يمكن معه من الكابتن عبدالله هو في وقتها نشأت كان مصير الكروي مهدد كابتن يقول له متعاقب من الشرطة يبعد من المنتخ هو صدرة العقوبة كان حج أصير رئيس النادي صدرة العقوبة صدرة العقوبة وخاب أن حج أصير يعني ببقته كان هو لاعب منتخب أولنبي منتخب بطني وراحت النادي الشرطة كان موجود حج أصير قال لي تجي واحدك وراح تشوفنا هاي العقوبة قلت له بس بطين مهلة نص ساعة وراحت جبت النشأت يمحى الجاصيل واعتذر من عده واعتذر من كابتن عبدالله وانت تعرف لاعب صغير ووالدنا متوفي هو صغير يعني لحد الآن علاقة قوية بالنشأت ايه لا 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 لحد الآن قوية بالدرجة اللي كنت بيها مع الشرطة ايه لا لا لحد الآن يعني أي موضوع آني أستشيره هو يستشيرني على الرغم أنه مرات من يتواصل بيسبب شغالاتنا بس لا لحد الآن تواصل تحياتنا لكابتن نشأت أكرم